النهاردة فيما تعلق بالطيران كمان قرار اتخذته شركة مصر للطيران بمنع هواتف النوت 7 عارفين حضراتكم التليفون السامسونج الجديد اللي تم استحاداته مؤخرا لاسمه نوت 7 قرارت انها تمنع دخول المسافرين بيه لا تمسكه في ايدك ولا تحطه في الشرط اللي بتخش مخزن الطيران ولا حتى يطلع معاك على مدت الطائرة حد من حضراتكم هيقول ليه ايه الحكاية ليه ايه شمعنا هو التليفونات بقت ممنوعة هقول لك لا التليفونات مش ممنوعة كل التليفونات مسموح بيها الا التليفون ده لو حضراتكم تبعته من فترة كان في بعض الحوادث حصلت في بعض الحوادث حصلت لنوت 7 سامسونج نوت 7 الجديد ده انه اكتشفوا انه جهاز بينفجر ومجموعة من الاجهزة اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت مع بعض ملاك هذا الجهاز الجديد اللي اقتنوه انفجر في ايديهم والشركة الان بتحاول تعمل مجهودات مضنية مجهودات مضنية اولا عشان تصلح الخطأ اللي في تليفونها رقم اتنين عشان تعوض الناس اللي اشتروا الجهاز وانفجر فيهم لان دي سمعة كارثية واعتقد كمان منظمة الاتصالات العالمية مش عارف ايه كذا موقع عليها عقوبة وغرامة بملايين الدولارات هتقولولي طب وما نعمل ايه في تليفوننا للي معاه للي معاه نوت سيفن يعني هنعمل ايه في تليفوننا هنرميه في الزبالة يعني مصر الطيران قالت لا وانت داخل على البوابة في بوث بوث ده يعني زي كوكوش كده او يعني جناح صغير كده لوزارة الاتصالات مع شركة سامسونج وانت داخل على البوابة هتقوم معدي عليهم تقولهم يا جماعة انا معايا جهاز نوت سيفن هياخدوه منك ويددوه لك جهاز تاني بداله بس مش نوت سيفن نوت سيكس نوت فايف نوت خمسة مش عارف الحقيقة اعملو بس اكيد سامسونج هتديك جهاز سامسونج فهتديك جهاز تاني وتقولك اطلع بيه الطيارة وقالف حمد الله على السلامة وتسافر وترجع لنا بقالف سلامة لكن تطلع بنوت سيفن في الطيارة مش مسموح لانه مش بس احتمال انت تبقى انفجره هو الواحد ومنفجر لوحده فاحنا مش نقصي فاخدوا بالكو بموضوع نوت سيفن ده